اهلا وسهلا منكم اخبار السابع من التناصح نستهلها بالعنوين رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يعلن الاستقال من رئاسة الهيئة ويرجع الاسباب للعوائق الكثيرة توافد أعضاء مجلس النواب إلى طبرق للمشاركة في تصويت على قانون الاستفتاء على الدستور يوم غدن الاثنين الحكومة المقترحة تصدر قرارا بآفاء المهدي البرغثي من مهامه كوزير للدفاع بالحكومة إليكم بالتفاصيل حيث أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نوع عبدالسيد الأحد استقالته من منصبه كرئيس للهيئة وقال عبدالسيد في بين الله أنه يرغب بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية بصفته رئيسا لها أو ضمن أعضائها أيضا وأنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة أو أي عمل من أعمالها مرجعا أسباب استقالته للعوائق الكثيرة المتعلقة بالعمل والمضي نحو الاستقرار بحسب ما جاء في البيانة هذا أكد عبدالسيد لناخبه من الدائرة الرابعة أنه أقسم أن لا يخون وطنه وأنه لن ينتمي لأي حزب أو جماعة أو تنظيم كما أنه أدى عمله بأمان كل ذلك بحسب ما جاء في البيانة للحديث أكثر حول هذا الملف تنضم إلينا سيدة اعتماد المسللاتي وهي العضو بهاية مشروع الدستور سيدة أو دكتور اعتماد أهلا وسلم بك معنا بداية استقالة السيد نوع عبدالسيد وهو رئيس لهيئتكم وهيئة تأسيسية لصياغ الدستور في هذا الوقت بالتحديد يوم غد يكون التصويت من قبل النواب في أي سياق تأتي الاستقالة الآن؟ والله سيد جفارة طبعا نحن تفجعنا باستقالة السيد نوع عبدالسيد لأنه هو من يومين كان مصرح بالنسبة طبعا لمركز الشوار الإنساني عندما تقدم بأن يستدعي بعض الأعضاء الموافقين على المشروع والعضاء الرافقين للمشروع ويستدعي مجلس النواب ومجلس الدولة وعلى أن يقوم توافقه تكلم ببيان شديد اللاجة وقال بأن الهيئة التاتية أنات عملة ولا توافق إلا توافق الليبيين وعلى الليبيين أن يتوافقوا أو يقولوا كلمتهم عبر صندوق الاتفتاب نعم أو لا فنحن تفجعنا به ولكن بالنسبة لأنه نوح عبدالسيد من الناس الذين أنهوا عملهم بجزارة ونجح في إنهاء عملي حيث مسك الهيئة في فترة زمنية بطيطة ولكنها كانت من أصعب الفترات وفق بين أعضاء الهيئة حاول أن يجعل عمل الهيئة كلها طوبا نحو الوطن وإلى التصويت تصويت المشروع الدخول وساعد الهيئة في إنهاء عملها وإنهاء مشروع التصويت طيب الآن دكتور اعتماد في هذا الوقت بالتحديد ما الذي يمكن أن يكون قد دعا السيد نوح عبدالسيد إلى الاستقالة السيد نوح عبدالسيد نحن نظن ما دعاه إلى الاستقالة ضغوط ربما كعليه ضغوط خارجة عن إراداته الذي دعته لأنه استقال كرئاس الهيئة وكعضو طبعا من حقه أن يستقل كرئاس الهيئة ولكن من كعضو ليس من حقه أن يستقل إلا باجتماع الهيئة لأن في الله حد داخلية ضروري من اجتماع الهيئة وقبول الاستقالة من عدمها طيب من الذي يمكن أن يكون قد مارس الضغوط على سيد نوح عبدالسيد ما له مصلحة في ذلك؟ والله في هناك من يرفضون مشروع الدستور في من يرفضون مثل من؟ سيد الفاضل كتر في من يرفضون بقاء في مراكزهم السياسية وبقاء في الوضع الحالي في من وضع الحالي للبلاد هذا من مصلحتي وليس من مصلحة الوصن فلا نعرف الضغوط التي لا نعرف هل هي ضغوط ولكن نحن نظن بأن الضغوط مرثت على سيد نوح وخصوصا أن الهيئة التاسفية هذا يدل على الضغوط التي مرثت في الهيئة التاسفية عندما ذهبوا إلى التصوير من الضغوط التي مرثت على سيد نوح انطلبوا منه بإلغاء التصوير حالا وقد حجزت لغرفتي ثم ذهبت به الرجمة هذا يوم تسعة وعشرين سبع عندما أنهت الهيئة التاسفية عهلها ومرثت علي الضغط وقالوا له لابد أن تكتب ورقة لأن هذا التصوير ليس صحيحا ولا يملك ذلك الرئيس الهيئة أن يقول التصوير صحيحا من غير صحيح لأنه كان حنون وصحيح طيب الضغط من بعض الأطراف على سيد نوح عبدالسيد من أجل الاستقالة ما الذي يمكن أن يدعو هؤلاء الأطراف للضغط على سيد نوح عبدالسيد للاستقالة كيف سيتتغير الموازين باستقالة عبدالسيد لن تتأثر الهيئة التصويرية لإستقالة عبدالسيد وأقول لهم الهيئة التصويرية ما زالت باطية وما زالت تبحث على الاستقالة على مشروع الدكتور وما زالت تريد الليبيين أن يمارسوا سيادة في أمر الاستقالة على الدكتور وإلى الاستقرار الدولة وبناء المؤسسات والدولة والقانون لن تؤثر إن استقال السيد نوح في اللائحة الداخلية سيقوم بإجراءة جلسات نائب الرئيس حتى ستتمكن الهيئة التصويرية من اقترار رئيس الجميل أما عضويته هذه قد يرجع إلى عضويته ذلك إذا فضع عضاء الهيئة طيب في شأن ذي صلة كيف يراقب الأعضاء بهيئة الدستور وأنت منهم دكتور اعتماد كيف تراقبون ما سيحدث يوم الغد من عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور من عدمه من قبل النواب بالتأكيد أتمنى أن يتمكنوا من ذلك رغم أن يغير متفاعلة كثيرا ولكنني أتمنى أن ولو يعطوا للبينة تحقاقهم هذا لأن هذا واجب وطني لهم وليس أمر بأهوائهم كما يلدون ما الذي يدعوك إلى عدم التفاول دكتور اعتمادل هو كلام أحد أعضاء مجلس النواب الذي قال في تصريح له بالساعات القليلة لأنه لن يحدث شيء يوم الغد أم ماذا والله إن لم أتفاعل كثيرا لأننا صراحة أصبنا بخيبة أمل من جميع الأسام السياسية الموجودة في الساحة ولم نأجد أي جسم سياسي ذهب لخدمة هذا الوطن وخدمة هذا الشعب المسكين بل نراه من أزمة إلى أزمة وكلهم كأن كل شخص يقرد كل ما لديه بهذا التجربة على هذا الشعب المسكين وما نراه إلا عبارة عن معاناة ليبيين ذاك الأسام السياسية الموجودة طيب كنت معنا عبر الهاتف العضو بهيئة صياغة الدستورة الدكتور اعتماد لمسلاتي شكرا جزيلا لك في ذات الملف حيث قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادي عمران الأحد أن استقالة رئيس الهيئة نوع عبدالسيد لن تؤثر على مشروع الدستور وأهميته وأضفت عمران في تصريح لها أن تقديم الاستقالات ظاهرة تميز العمل في المجتمعات الديمقراطية مجددا تأكيد على صدور قانون الاستفتاء وأكمل المسار التأسيسي وإنهاء الأجسام الانتقالية والمضي قدما نحو بناء الدولة وفقا لقولها هذا ويعقد مجلس النواب غد الأثنين جلسة للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على بصورات الدستور الدائم للبلاد وأعلن عضو مجلس النواب الصادق لكحيل الأحد عن وصول خمسين عضوا من أعضاء المجلس إلى مدينة طبرق بغية المشاركة في جلسة التصويت على قانون الاستفتاء التي ستعقد يومي الأثنين والثلثاء من جهته استبعد عضو مجلس النواب علي السعيد أن ينجح النواب في إقرار القانون الذي يحتاج إلى موافقة 120 نائبا متوقعا لا يزيد عدد نواب الحاضرين للجلسة على 70 عضوا قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن الليبيين هم أصحاب الحق في رفض الدستور أو قبوله من خلال استفتاء عام دون وصاية من أي طرف كان سعيد على صفحته الرسمية السابت فيسبوك أشرع إلى أن الدستور نتاج عملي هيئة منتخبة من عامة الشعب صوتت عليه بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها وانتقد سعيد توقيت دعوة بعض أعضاء نواب المنحل إلى ندوة الحوار في هولندا لتعرض توقيتها مع التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور الأثنين القادمة في ذات الملف أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فارش دردور وهو المحلل السياسي سيد فرج أهلا وسهلا بكم أنا في قناة تنصح بداية من ناحية سياسية كيف تتابع آخر تطورات في ملف الدستور الدائم للبلاد إن تم إقراره من قبل النواب في جلسة يوم غادنا الأثنين أول مصر خير لك ومستمعين أو المشاهدين الكرام حقيقة دستور يعني نعرف أن هناك عرقيل مقصودة كانت تتم منذ البداية على عملية تمرير قانون دستور حقيقة في الوقت اللي ليس من قصص نجلس النواب أن يعرقله وليجب عليهم أن يقوم بيوجبه ونجد أنهم يتدخلون في بعض جزياتي بعض فقراتي ويطالبون بتعديله وحقيقة هذا وضع لن ينتهي إذا سمح للجميع بأن يصادر إرادة الشعب في الشفتاء عند السور وأن يضع نقطة هنا ويعترض عن نقطة هنا للشفتاء عليه فحقيقة الأمر لا تشوفه يقول وبالتالي هو عبارة عن عرقلة ونحن سمعنا اليوم تقريبا عن عدم قدرة حوالي تقريبا عدد من النواب الدهاز لطبرق وشبب عرقلة في مطار طبرق أو ما يسمى بإضراب وأعتقد أنه مفتعل أولا دكتور سمعنا رفض بعض عضاء ما يسمى لحقوق برقة لتمرير المشروع طيب الآن هو الأمر الواقع والمفروض على الشعب الليبي وهي الدستور بحد ذاتها أن إقرار الدستور بنعم أو لا لطرحي للاستفتاء من قبل الشعب سيكون عبر النواب الآن أحد النواب يقول أن خمسين عضوا من أعضاء النواب قد اتجهوا إلى مدينة طبرق للتشاور والبحث يوم غدا الأثنين في هذا الملف بينما يقول عضو آخر من ذات المجلس أي مجلس النواب أنه لن تكون هناك جلسة أو لن يتم الاستفتاء أو لن يتم صدور القرار بنعم لطرح الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب لعدم الإفاء الاستحقاق أو عدم استفاء التصويت من قبل النواب بحد ذاتهم يقول أن 120 نائبا هم من يحق لهم التصويت بنعم الآن يتوقع هذا العضو من النواب أنه لن يكون حاضرا لهذه الجلسة أكثر من 70 عضو ما الذي يمكن أن يحدث في هذه الحالة؟ في هذه الحالة حقيقة نحن نازلنا نعيش في حالة من الإنشداد النواب تقريبا ليس هذا العرقلة الوحيدة وقرارهم موجدوا حقيقة وكأنهم موجدوا للعرقلة فقط ولي رفض أي حل من الآخرين وبالتالي هذا ما ذهب عليه مجلس النواب منذ انتقال للطبخ لا ينجز سين بالعرقلة جميع الحلول ولا يمقدم حل وبالتالي سوف تذهب الأمور في هذا الاتجاه هم حقيقة يضعون عدة إشكاليات خلافات على النصاب عن القانون عن جزيات كثيرة وبالتالي يعني من الصعب جدا عندما تكون النواية حيال الحلقة لأن الحلقة سوف تكون هي الموجودة دائما باعتبار أن مشكلة النواب تقريبا صار واضح أنه مشكلة مكانية بمعنى أن مجموعة صغيرة من النواب تستحود على المقر وتصدر قرارات باسمه وتعرق قراراته ولا تنجز سين وبالتالي نحن ما زلنا في نفس ندور في نفس الدائرة المفرغة ولا أعتقد أن النواب سوف يكون لهم أي دور في هذه المرحلة سواء كان في القرارات أو في القوانين إذا ما صح هذا التحليل دكتور فرج إذا ما صح هذا التحليل وأيضا أعتقد أن الدكتور اعتماد لمسالاتي كانت معنا ضيفا من قبلك في هذه الساعة أبدت أيضا عدم تفاؤلها بما يحدث يوم غدنا الأثنين من قبل مجلس النواب في هذه الحالة في حال أصدر قرار أو لم تتم الجلسة أساسا أو أصدر مجلس النواب قرارا بعدم الاستفتاء على هذه المسودة من الدستور ما الذي سيحدث حينها لا أعتقد لا يمكن انتظار من الفشل نحن نعلم أن مجلس النواب فاشل والنجاج له نجاح واحد وبالتالي لا يمكن انتظار في أي لحظة أو اللحظات أن ينتج أي إنجاز بصرح الشعب الليبي سيظل بنفس الحالة التي عليه وأعتقد أن سنعود إلى نفس الدائرة المفرغة هؤلاء أعتقد لابد من وجود بديل عنها مجلس النواب يعني تعخرنا كثيرا حقيقة في الاحتفاظ بهذا الجسم الجسم المستري وبالتالي نعتقد من يريد أو من يعول على أن مجلس النواب سوف ينجر أي شيء لصالح البلاد فهذا حقيقة مختجر لأن ما أعتقدنا عليه في السنوات الماضية هو نفس الشيء هو نفس الفشل وبالتالي يمكن أن يولد الفشل في يوم الأيام طيب هل أفهم من هذا الحديث دكتور فرج وبحديثك عن الدائرة المفرغة إذا ما صح هذه التوقعات من خلالك وتوقعات أيضا سيد اعتماد لمسالاتي أنها ستكون هناك فترة انتقالية جديدة للسلطة في ليبيا ورئاسة في ليبيا والسياسة في ليبيا أنا في اعتقادي ربما يكون هناك الأمم المتحدة لابد هم يتحدثون عن مسارات مختلفة أحد هذا المسارات المواطن الوطنة أعتقد لو تم اللجوء إلى المواطن الوطنة ربما يكون هو البديل عن الإجسام التشريعية لأن جسم التشريعي مجلس النواب هو حقيقي جسم معطن لا توجد فيه أي إمكانية للحركة وبالتالي أعتقد مشارة الانتضاف لشيء ميت وعبارة عن جد هامد أعتقد شيء من العبد طيب إذن كنت معنا الدكتور فرج دردور المحلل السياسي شكرا جزيلا لك أصدر المجلس الرئاسي المقترح قررا يقضي برفع الإيقاف الاحتياطي عن المهدي البرغثي وعفائه من مهامه كوزير للدفاع بالحكومة المقترحة يأتي هذا القرار بعد أن وافقت هيئة الرقابة الإدارية على مباشرة وزير الدفاع المفوض بالحكومة البرغثي لمهامه من جديد عقب إيقافه في وقت سابق هذا وكان البرغثي قد أوقف عن العمل أفق قرار صادر عن رئيس الحكومة المقترحة السراج في مايو من العام الماضي على خلفية الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية ومقتل نحو 74 شخصا في الهجوم نفى المتحدث باسم قوة حماية وتمين مدينة سرط طه حديد أن يكون هناك أي تنسيق بين قواتهم وبين أي قوات أخرى من أي جهة في إشارة منه لميليشيا الكرامة المتمركزة في منطقة الجفرة وقال حديد في بني الله السبت أن مهامهم المكلفين بها تنحصر في تأمين سرط وضوحيها ومساندة الأجهزة الأمينية منذ التحرير نهاية العام 2016 هذا أضف حديد أن قواتهم لا تتلقى الأوامر أو التكلفات إلا من المنطقة العسكرية الوسطى نافيا كل ما تم تداوله من أخبار عن تعاونهم مع قوة أخرى لتأمين طريق سرط الجفرة كشفت مصادر خاصة لصحيفة العربي الجديد هوية الأشخاص المستدفين في الغارة الجوية التي نفذتها طائرات يعتقد أنها أمريكية في الخامس والعشرين من يوليو الجاري في منطقة عباري وأضحت السبت أن تلك الغارات السرفة القيادية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب جمال عكاشة وهو جزائري الجنسية قد تم إدراجه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم الأرهاب عام 2013 هذا وأسفرت الغارة عن مقتل عكاشة المكنب يحيى أبو همام وإصابة كبير مساعده طلح الشنقيطي بحسب مصادر الصحيفة هذا بحسب ذات المصادر فإن أبو همام يتولى منذ العام 2012 كأمير لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل بالمنطقة الممتدة من قردايا وسط جنوب الجزائر وحتى منطقة الأزواج شمالية مالي أكد عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي المكلف من قبل ما يعرف بالكرامة تواصل الاشتباكات في المدينة الغيثي قال الجمعة أو أشر عفوا إلى أن ميليشيات الكرامة تواجه ما لا يزيد عن خمسين فردا من منتسبه قوة الحماية درنة في حي المغار والمدينة القديمة اشهروا إلى أن قايد ميليشيات الكرامة كان أو كان قد أعلن شهر الماضي عن تحرير كامل مدينة درنة هذا وقد أثرت صور تدولتها صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي أضرارا كبيرة جدا لاحقت بمنازل المواطنين في مدينة درنة تظهر الصور منازلا للمواطنين وبعضا من السيارات إضافة إلى محالة جارية بوسط البلاد وحي المغار والمدينة القديمة قد تضررت بفعل الاشتباكات والاستهداف المباشر المدفعية الثقيلة من قبل ميليشيات الكرامة بعد تفشي ظاهرة الاختطاف والتغييب القسري في درنة طلبت الغرفة الأمنية المشكلة من قبل الكرامة في المدينة طلبت المواطنين بدرنة بضرورة التعاون مع الغرفة والمركبة تتابعة لها التي تحمل شعارها الرسمي أثناء تأدية عملها أيضا دعت المواطنين إلى التعامل مع أي مركبة إلى تعامل مع أي مركبة لا تحمل شعار الغرفة أثناء تنفيذ أوامر القبض على المشتبه بهم على أنها هدف إرهابي وفقا لقولها أن السيكر هذا لما تقلع على السيارة الموجود يكبر هذه لجنة شرعية مشكلة وتحت القوانين الأسكرية وتحت الأوامر الأسكرية أي سيارة جيه تقبض على أبنك لا يوجد عليه هذا السيكر لا يوجد عليه هذا السيكر تعامل معه وكأن نذهبي ونحن معاق وقانون معاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلن حزب الجبهة الوطنية في بين الله الأحد تأييده الكامل لبين مجلس حكماء وأعيان الجغبوب ويؤكد تمسكه المطلق بوحدة الأراضي الليبية حزب الجبهة الوطنية أدانا واستهجا أيضا التأجيج والادعاءات الباطلة التي تثيرها بعض الأوساط المصرية التي كشفت عن أطماع خبيثة تخل بحسن الجوار التاريخي بين الشعبين هذا وكد حزب الجبهة الوطنية بأن الجغبوب كانت ولا تزال الليبية ولا تنفصل عن جسد الأمة الليبية وستعيد الجغبوب أمجاد الحركة السنوسية التي انتشر منها الإسلام إلى مجاهل إفريقيا وإلى صعيد مصر وصحرائها كل ذلك بحسب ما جاء في البيانة بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميسة الجاهناوي الجمعة مع نوذيره الأمريكي مارك أو مايك بومبيا وتطورات الأوضاع في ليبيا الشؤون الخارجية التونسية على صفحتها الرسمية السبتة وضحت أن الوزير التونسي أطلع نظيره الأمريكي على نتائج الزيارات التي أداها إلى كل من طرابلوس طبرق وبني غازي كل ذلك في إطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قيد السبسي والجهود المبذولة لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع باريس أخبارنا متواصلة وفيها بعد الفاصل البريغة لتسويق النفط والغاز تؤكد تواصل تفريغ إمدالات البنزين والغاز أيضا بموانئ العاصمة طرابلوس ترجمة نانسي قنقر ليس عيبا أن نختلف ولا أن تتباين وجهات نظرنا مدام الأصل فينا الحفاظ على هذا الوطن دينا ووحدة وعدالة ومهما استغل المتربصون الخلاف وسعوا لنشر غراب الفرقة بيننا تبقى جهود الخيرين من أبناء الوطن تواصل الليل بالنهار لتعم المصالحة ربوعة فرصة المراجعة لم تنتهي وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا ولن في التاريخ أجداد اسوى فما جعلنا نتوحد أيام الاستقلال يجعلنا قادمين على توحد اليوم مطلبنا مصالحة حقيقية تلم الشعب ومبادرة تحقيق العدل واتفاق ينهي الفتنة صلح يعيد الأمن والسلام فليبيا تستحق البناء وشعبنا يستحق المصالحة أهلا وسهلا بكم من جديد بحث رئيس الرئاسي المقترح فايز أسراج نجمع نائب الممثل الخاص للمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية استفاني ويليامس بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وترتبات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية المكتب العالمي لرئيس الرئاسي على الصفحة الرسمية الأحد أوضح أنه خلال هذا الاجتماع اتفق الجانبان على أن يجرى العمل بالنسبة لمسار الانتخابات وغيرها من مسارات الحل السياسي للأزمة الليبيا كل ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة من جانبها دعت نائبة الممثل الخاص لشؤون السياسية في ليبيا استفاني ويليامس إلى القيام بالإصلاحات الاقتصادية في ليبيا باعتبارها تمثل أولوية للشعب البعث الأممي على صفحاتها الرسمية أشارت لأن ويليامس أكدت خلال لقائها سبت بنائب المجلس الرئاسي أحمد معتيق على الإسراع في تحسين الظروف المعيشية للمواطن في ليبيا يذكر أن ويليامس قد التقت في وقت سابق بعدد من الممثلين عن الحكومة المقترحة بغية مناقشة سبل توحيد وإعادة المؤسسات الأمنية في ليبيا قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن الأموال الليبية المهربة من قبل القذافي سابقا والتي تقدر بالمليارات تم إخفاؤها في عدة دول أفريقية فدت الصحيفة بوجود تقارير سرية تشير إلى وجود 560 مليون دولار من الأموال الليبية تم إخفاؤها في بروكينفاسو إضافة الاحتجاز مبلغ وقيمته 20 مليار دولار في أربع مصارف بجنوب إفريقيا وقيمته 8 مليارات في كينيا هذا وأكلت الصحيفة أن التحقيقات الدولية لم تحدد إلى الآن مواقع الأموال المهربة من قبل القذافي بالكامل وأن الأمم المتحدة لم تجمد إلا البعض منها في ملف الفساد الليبي صار للدول الغربية موطئ قدم فمع التوترات التي سادت منطقة الهلال النفطي وعودة المؤسسة الوطنية للنفط إلى ممارسة مهامها من حيث الإنتاج والتصدير والإدارة للقطاع النفطي في ليبيا بصفتها الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا والتي لها الحق الحصري في ذلك يبدو أن تدخلات غير معلنة قد دعت إلى تحقيقات موسعة في التصرفات الصادرة عن المؤسسات الليبية فيما يتعلق بموارد البلاد خصوصا بعد أن أضاف الفساد أعباء جديدة على الدولة الليبية وترك أكثر من ثلث السكان ينهشهم الفقر ويدفع بالكثير منهم إلى ارتياد قوارب الموت باتجاه السواحل الأوروبية مشاركين نظرائهم الأفارق طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر والأنواع وبحسب صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية فإن الضغوط الدولية على ليبيا للتحقيق في الفساد الكبير بمؤسسات الدولة الراهنة أثارت شائعات عن أماكن الأموال الخرفية التي تركها الجذافي بما في ذلك النقد والألماس والذهب ومن يمتلكها أو يشرف عليها ورغم تحقق بعض النجاحات الصغيرة مثل تجميد الأمم المتحدة وأمريكا وبعض الدول الأوروبية أصولا تعود لأتباع الجذافي فإن تقريرا للأمم المتحدة صدر العام الماضي في 299 صفحة يقول إن كثيرا من أموال ديكتاتور ليبيا السابق لا تزال بأماكن متفرقة بأفريقيا وتضيف ديلي تيليغراف أن هناك تقارير تتحدث عن صناديق من الصلب تحوي مئات الملايين من الدولارات ببركين فاسو وعن 20 مليار دولار لدى أربعة بنوك بجنوب أفريقيا ومخازن وأقبية حول بريتوريا وجوهانسبرغ بها أموال سائلة أكثر من ذلك بالإضافة إلى الماس وقطبان من الذهب ومليارات أخرى في أحد المصارف في كينيا وأموال غيرها في أماكن غير معروفة ضاعت في متاهات النسيان وتدولتها أياد دهاقنة النصب والاحتيال في مؤسسات المال العالمية دعا رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج إلى تشكيل لجنة فنية لتنفيذ مطالب المواطنين القاطنين ببلدية حيلاندلس المكتب العالمي لرئيس الرئاسي أوضح أن السراج قد أصدر تعليماته للجهات المعنية بغية توفير النواقص وبصفة عجلة بعد لقائه مع رئيس واعضاء بلدية حيلاندلس عقبة لاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة المذكورة شدد وزير الداخلية بالحكومة المقترحة عبدالسلام هاشور على ضرورة تكاث أو تكثيف الأمن في معبر وازن ذهب الحدودية الداخلية بالحكومة المقترحة وعبر صفحتها الرسمية أشرت إلى أن عشور خلال زيارة الله السبت للمعبر الحدودي أكد على وجوب تكاثف التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية بالمعبر للتصدي لعملية التهريب بشتى أنواعه والتي استنسفت قوت المواطن الليبي وباتت خطرا على الأمن القومي في البلاد بحسب البيانة أعزى نقيب المخابز سعيدة بخريس ارتفاع رغيف الخبز ووصول جنطار الدقيق في الأسواق الموازية لأكثر من 300 دينار لتقصير الجهات الضبطية بخريس أشار للتناصح إلى إغلاق أكثر من 70 مخبزا لعدم توفر الدقيق لديهم وضيفا بأنهم تواصلوا مع نائب بالمجلس الرئاسي المقترح ووزارة الاقتصاد منذ الشهر الماضي وتم الاتفاق على استيراد الدقيق من أوكرانيا ولكن تأخر وصول شحنة الدقيق أدى إلى هذا الارتفاع هذا وحذر نقيب الخبزين بالعاصمة طرابلس من وقوع أزمة خبز جراء نفاذ المخزون لدى شركات المطاحن أوضح مدير مكتب الإعلام بشركة البريغلي تسويق النفط أحمد لمسلاتي أن تفريغ البنزين والغاز المسال بميناء الزاوية والشعاب ما يزال متواصلا وبصورة طبيعية وأضفها لمسلاتي أن أدخل البنزين مستمر من مستودع الزاوية النفطي لمستودع طرابلس النفطي عبر الناقلة هافانيا هوب المحملة بالبنزين والموجودة تحت التفريغ على رصيف ميناء الزاوية البحرية مضيفا أن ناقلة أوشان دي جانتي الموجودة في منطقة المخطاف بالزاوية ستحل محلها غدا صباحا وعليها شحنة بنزين قدرها 70 ألف طن متري كما أشار إلى أن ناقلة غاز كونكورد لا تزال موجودة بميناء الشعاب البحري مستمرة تحت التفريغ وعليها شحنة من الغاز المسال أما الآن فإلى أسعار العملات ترجمة نانسي قنقر قبل الختام هذا تذكير لأهم مجاة في الأخبار رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يعلن الاستقال من رئاسة الهيئة ويرجع أسباب ذلك للعوائق الكثيرة موسيقى توافد أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق للمشاركة في التصويت على قانون الاستفتاء يوم غد الأثنين موسيقى الحكومة المخترحة تصدر قرارا بأفاء المهدي البرغاثي من مهامه كوزير للدفاع موسيقى بهذا تكملت أخبارنا أشكركم على المتابعة إلى اللقاء موسيقى